بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اختتمنا في الدرس الماضي سنن أبي داود رحمه الله في الحديث وسنشرع بإذن الله ابتداء من هذه الليلة في درس في التفسير ودرسنا سيكون في تفسير السبع الطوال السبع السور الطوال وهي السبع السور الأول في كتاب الله الكريم وسميت بذلك لطولها من أطول سور القرآن وهذه التسمية التي سميت بها وردت مجموعة في عدد من الأحاديث فقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت بدل التوراة السبع وأعطيت بدل الزبور المئين وأعطيت بدل الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل وهذه كلها أقسام في القرآن الكريم السبع الطوال والمئين يعني السور التي فيها مئات والمثاني والمفصل وجاء فيما رواه الإمام أحمد أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أخذ السبع الأول فهو حبر الحبر هو العالم وأخذها يعني حفظها وتعلمها وفهم ما فيها وروا البيهقي رحمه الله في سننه أن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي كان متأثرا وهذا شأن الخلق تعتريهم الأمراض والأوجاع والهموم والغموم قال فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إننا نرى عليك أثر التعب مما بك البارحة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني على ما ترون بحمد الله قرأت بالسبع الطوال بالسبع الطوال فنلحظ من هذه الأحاديث الثلاثة أنها مرت ورد فيها ذكر السبع غير موصوفة وفي حديث أم المؤمنين عائشة أنها السبع الأول وفي حديث أنس أنها السبع الطوال وكلها أوصاف تتحقق في هذه السور الكريمة هذه السور هي سورة البقرة أولها سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة التوبة وبعض العلماء يلحق الأنفال بالتوبة يجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة لأنه لم يفصل بينها بالتسمية العادة أن السور يفصل بينها بالتسمية فلم يفصل بين الأنفال والتوبة بالبسملة وورد أيضا أنهم كانوا يرون أنها سورة واحدة فهذه هي السبع الطوال هي من القرآن وهذه السور تميزت بكونها مدنية والمقصود بالمدني هنا ليس ما نزل في المدينة فحسب بل كل ما نزل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وهذا التقسيم مشهور عند العلماء يقولون المكي ما كان قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة ولا يلزم أن يكون في مكة لأن بعض المدني كان في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام بعضه في خيبر أو في تابوك أو في مكة في الحج في حجة الوداع لكن هذا كله من القرآن المدني وهذا تقسيم عند العلماء والقرآن المدني والقرآن المكي لكل منهما ميز يتميز بها القرآن المكي في مكة قبل الهجرة كان يخاطب الناس الكفار كفار قريش وكفار العرب يدعوهم إلى الإيمان بالله ويدعوهم إلى نبذ الأصنام ويذكرهم بالجنة والنار وكانت الآيات التي في هذه السور السور المكية غالبا ما تكون قصيرة كأنها إشارات سريعة تهز الوجدان وتوقض الضمير تنبه الإنسان لكن بعد أن انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وولدت دولة الإسلام وكثر المسلمون واستقرت الأمور نزلت الأحكام أحكام شريعة أحكام في كل النواحي فيما يخص العبادات فيما يخص المعاملات فيما يخص أمور الحرب والجهاد وإلى آخر ما هناك وهذه كلها تحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى تطويل ثم إن الحال يقتضي ذلك يعني لو أن هذه الآيات وهذه السور الطويلة نزلت في مكة في بداية الأمر في بداية بيثة الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر مناسبا حينئذ لأن الناس ما استقر الإسلام في قلوبهم حتى يخاطبوا بأحكام الإسلام وشرائعه ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يقول قولة حكيمة تدل على فهمها ووعيها رضي الله تعالى عنها وهي كانت من العلماء الراسخين فقول إن أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام دخلوا ورجعوا إلى الإسلام نزل الحلال والحرام نزل الحلال والحرام بعد أن تستقر الأمور فنعود مرة أخرى إلى هذه السور السبع هذه سور مدنية وهي اجتملت على كثير من الأحكام الشرعية في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها ولهذا أحببنا أن يكون درسنا هذا في هذا القسم من القرآن الكريم والقرآن كله خير وكله بركة وكله هداية أنزله الله سبحانه وتعالى هدى للعالمين وأنزله رحمة للعالمين وأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الكريم بلغة العرب النبي عليه الصلاة والسلام عربي ومن قوم عرب والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يعني بلغتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا القرآن العربي وهذا القرآن من حكمة الله وفضله ورحمته جاء في أعلى مستويات الفصاحة والبيان بهر العرب بهر قريشاً وقريش قوم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أئمة الفصاحة والبيان وهم من العرب لكن عندما جاءهم القرآن هذا وجدوا فيه شيئاً لم يعهدوه لا في أقوالهم ولا في أشعارهم ولا في أمثالهم ولا فيما يعهدونه من سجع الكهان ولا من أباطيلهم وأضاليلهم وجدوا فيه شيئاً مختلفاً كما أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مثله ما استطاعوا أن يعارضوه في ما يعهده العرب وفي ما يعهده الناس في ذلك الزمن وفي غيره المعارضات يأتي إنسان من الشعراء بقصيدة فيعارضها آخر بقصيدة قد تكون مثلها وقد تكون أحسن منها وهكذا تجري المنافسة والمناظرة والمنافرة لكنهم عجزوا عن مجارات القرآن عن أن يأتوا بمثله ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن الكريم معجزة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكبرى النبي عليه الصلاة والسلام له معجزات محمد صلى الله عليه وسلم له معجزات لكن المعجزة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام هي هذا القرآن هذا القرآن الكريم ولذلك تحدى الله سبحانه وتعالى الكفار والمشركين والفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله ما استطاعوا أن يأتوا بعشر سور مثله ألفأتوا بعشر سور مثله مفتريات قالوا هذا مفترى مختلق ألفأتوا بعشر سور مثله مفتريات ما استطاعوا ألفأتوا بسورة من مثله حتى بسورة واحدة ما استطاعوا ومع ذلك فهو مفهوم ومعلوم لديهم كانوا يتذوقونه ومع أن الكفار في مكة عندما أبعث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعلن دعوته وجهر بها ودعا قومه عملا بقول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين آموا عليه وآذوه وسبوه حاولوا معه كل وسيلة لكنهم مع شدة هذا الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام والبغض الظاهر والكراهية وتنفير الناس عنه كانوا يأتون في جنح الليل كان زعماؤهم وكبراؤهم يأتون في جنح الليل في الظلام إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون قراءته بهروا بها أخذوا بها مع أنهم كانوا يظهرون له العداوة ويحاولون قتله ويحاولون صرفه لكنهم كانوا يعني قد بهروا بهذا الكتاب الكريم فكانوا يأتون في جنح الليل يستمعون القرآن خفية لا يريد بعضهم أن يعلم عنه أحد ولكن يأتي في بعض الأحيان أن يتقابل أثنان منهم من كبرائهم فيلوم بعضهم بعضاً يقولون لو رأى هذا سفهاؤنا ماذا يقولون نحن نصرفهم ونقول لهم أن هذا القرآن سحر وكذب وشعر ثم نأتي نحن نستمع إليه ما استطاعوا لكن كما يقول الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً هذا الكتاب الكريم أيها الإخوة وجد له علم من العلوم الإسلامية يعني العلوم التي أصلها واستنبطها المسلمون اسمه علم التفسير التفسير ما معنى؟ التوضيح والبيان توضيح ما جاء في هذا الكتاب الكريم والتوضيح هذا لما جاء في كتاب الله الكريم هو الأمر الأعظم الذي بعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه الكتاب الكريم بالوحي يوحى إليه بهذا القرآن فيعلمه للناس والرسول عليه الصلاة والسلام يبينه للناس وأنزلنا إليك الكتاب الله سبحانه وتعالى ولكنه أنزل وحياً آخر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو السنة وأنزلنا إليك الذكر يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليهم هذه الآيات الكريمة العظيمة التي في كتاب الله الكريم كثير منها لا يفهم مدلوله ولا يعرف الناس كيف يطبقونه نضرب لذلك مثلاً أو مثلين الصلاة ورد الأمر بها في كتاب الله الكريم وهي كما قال عليه الصلاة والسلام من أركان الإسلام إقام الصلاة من أركان الإسلام إسلام أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسوم ربضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله فالصلاة هذه أمرنا بها وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أقيم الصلاة وآت الزكاة وأثنى على عباده الصالحين قال والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كيف نقيم الصلاة كيف نقيم الصلاة يعني كيف نؤدي هذا الواجب الذي تعبدنا الله به فالله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام بوحيه كيف نصلي فبين لنا رسوله النهاية صلى الله عليه وسلم شروط الصلاة وواجباتها وأركانها وكيفية أدائها وأعداد ركعاتها ومواقيتها أبين لنا كل ما يتصل بذلك والصلاة المفروضة والصلاة النافلة إلى آخره بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لو لم توجد هذه السنة التي أُثرت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما استطعنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى ولا أن نحقق الشيء الذي طُلب منه وهذا فيه ردٌ على هؤلاء السُذَّج الأفاقين الذين يقولون نكتفي بالقرآن الكريم يقولون نكتفي بالقرآن الكريم السنة هذه فيها حاديث بعضها فيه كلام وبعضها لم يثبت نكتفي بالقرآن الكريم حسبنا أن نأخذ بالقرآن الكريم طيب تأخذ بالقرآن الكريم كيف تعمل به كيف تعمل به كيف تعمل به إذا لم تأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تستطيع أن تعمل بشيء من هذا القرآن ولذلك يقول الله تبارك وتعالى مشدداً على هذا الأمر مؤكداً للأمة أهميته وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتو فكانت يعني هذه السنة التي تبين للناس معاني القرآن والأحكام المتعلقة بها كانت هذه من التفسير من أعظم أنواع التفسير من أعظم أنواع التفسير في القرآن الكريم صنف آخر أيضاً من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تفسير القرآن نفسه القرآن فيه تفسير لبعض ما ورد فيه كما في قوله تبارك وتعالى والسماء والطارق وما أدراكم الطارق النجم الثاقب ورد تفسيره في كتاب الله الكريم لكن فيه أشياء أيضاً جاءت في كتاب الله الكريم مفصلة مفصلة الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم نحتاج أن نعرف ما هو الذي يتلى علينا لنجتنبه بهيمة الأنعام هذا استثناء منها بهيمة الأنعام حلال قال إلا ما يتلى عليكم فلا نستطيع أن نطبق شرع الله في هذا الحكم حتى نتبين ما هو الذي يتلى علينا فجاء قوله تبارك وتعالى بعدها بآيتين في السورة نفسها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسمه بالأزلام ذلك هذا بيان أشارت إليه الآية الأولى إلا ما يتلى عليكم ففسرته وضحته لنا أصبحنا على بينا من هذا الأمر هناك أمر آخر في غاية الأهمية اسمه أسباب النزول ما معنى أسباب النزول؟ أسباب النزول من حوادث تحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الناس أو للنبي عليه الصلاة والسلام أو أسئلة ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد لها جوابا لأنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بشيء من عنده إنما هو الوحي وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي في ذلك فيأتي الوحي فيبين له الحكم فيعلمه لأصحابه يسألونك عن الخمر والميسر ما كان الحكم عند النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول فالله سبحانه وتعالى قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني ما زاد كذلك قد يسأل بعض الناس عن أشياء خاصة أو تكون لهم حوادث معينة صحابية خوله بنت حكيم رضي الله تعالى عنها ظاهر منها زوجها ما معنى الظهار؟ الظهار أن يقول الرجل لزوجه أنت علي حرام كظهر أمي يعني فلا يقربها بعد ذلك خلاص كانوا يعتبرون هذا في الجاهلية وفي بداية الإسلام كان هذا الظهار من الطلاق إذا ظاهر منها أصبحت كالمطلقة فظاهر منها زوجها وكان عندها صبية عندها أولاد صغار فجاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام حالها زوجها ظاهر منها وعندها صبية تقول إن ضممتهم إليه أعطيتهم إياه ضاعوا لا يحسنوا تربيتهم وهذا دليل على أهمية المرأة في الرعاية في التربية في القيامة على شؤون البيت هذه المهمة العظيمة التي لا يصلح لها الله تقول وإن ضممتهم إلي جاعوا ما عندي ما أنفق عليهم فالنبي عليه الصلاة والسلام توقف في أمرها لأنه كان يرى أن هذا طلاق أخبرها أن هذا طلاق يعني فنزل قول الله تبارك وتعالى يبين أن هذا الظهار ليس من الطلاق وفيه الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى وقبلها قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم لما يقول أنت عليك ظهر أمي ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولذنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول فأسباب النزول هذه من أعظم الأشياء التي يفسر بها القرآن لأنك إذا عرفت سبب النزول عرفت المعنى الذي جاءت من أجله هذه الآيات قبل ذلك كله القرآن كما قلنا جاء بلغة العرب والذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام عرب وهم أصحاب اللغة يعرفون من لغتهم كثيرا من الأمور ليسوا مثلنا أصحاب اللغة إذا خوطبوا بها فهموها فهموها فيه أشياء تحتاج إلى بيان مثل ما ذكرنا في هذه في أسباب النزول أو في بعض الأحكام الخاصة أو كالصلاة وغيرها هذه ما كانوا يعرفون من اللغة أحكام الصلاة وواجباتها ما تعرف هذه من اللغة لا بد لها من بيان لكن القرآن بلغته العربية يتذوقه العرب ويفهمونه إذا خوطبوا به ولذلك جاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء عنه أن أنواع التفسير في القرآن والفهم في القرآن أربعة قال منه نوع تعرفه العرب من لغتها لا يحتاج إلى تفسير لا يحتاج إلى تفسير تعرفه العرب من لغتها إذا خوطبوا به فهموه الحلال والحرام والقيام والقعود والاستماع والطاعة والأخذ يفهمونه هذا ونوع هذا فيه لا يُعذر أحد بجهله من المسلمين فيه نوع لا يُعذر أحد بجهله الصلاة والصيام والزكاة حرمة الزنة حرمة الخمر يعني معروفة هذه هذه لا تحتاج إلى تفسير وإلى بيان محرمة إذا قلت الحمر محرمة أو الزنة محرمة أو عقوق الوالدين محرمة وهذه مفهومة وذا قيل الصلاة واجبة والزكاة واجبة والحج واجب والصوم واجب مفهومة هذه لا تحتاج إلى تفسير تحتاج إلى بيان الشروط وطريقة التطبيق وهذه بيانتها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ونوع ثالث قال لا يعلمه العلماء الراسخون في شيء لا بد من العلماء الراسخين نسألهم فيبينونه لنا بدون هذا لا نستطيع أن نفهم ما في كتاب الله الكريم وهذا يعود إلى دقة الفهم وعمق ما لدى العالم من الإحاطة بمصادر الشريعة وأقوال الرسول والوقائع والأحكام يستطيع أن يفهم وأن يقارن يعرف قواعد الشريعة العلماء مثلوا لهذا بأمثلة كثيرة من أمثال يعني أن قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ هذه موجودة في كتاب الله الكريم القرؤ في اللغة يطلق على الطهر ويطلق على الحيض ولكل منهما أحكام إذا قلنا إن العدة مقدرة بالحيضات فلها عدد معين وطريقة معينة وإذا قلنا إنها مقدرة بالأطهار كذلك لها عدد ولها طريقة من الذي يقرر هذا؟ العلماء العلماء الراسخون هم الذين يقولون لنا إن المقصود بهذا هو الطهر أو الحيض وغير ذلك فيه أيضا بعض الآيات في كتاب الله الكريم لا يستطيع بيان حكمها إلا أهل العلم الراسخين المتمكنين الله سبحانه وتعالى في سورة هود بيّن الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من هم الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها؟ كل الخلق زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا كل الناس يميلون إلى هذا ومركوز في فطرهم محبة هذه الأمور فكيف هنا الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون هذا ليس فيه الإشكال في الآية التي بعدها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سبحان الله إذن كل الخلق مصيرهم إلى النار لا يستوي هذا لكن العلماء بيّنوا بما عندهم من العلم وبإحاطتهم بمصادر الشريعة وقواعدها أن المقصود الكفار هذه الآية نزلت في الكفار ليست في المسلمين لأنهم ركنوا إلى الدنيا ركنوا إلى الدنيا وانقطعوا عن الآخرة وما عملوا لها ولم يعودوا يفكروا فيها فلذلك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من يعرف هذا؟ العلماء الراسخوا فيه نوع آخر مما ورد في الكتاب الله الكريم لا يمكن تفسيره ولا يحاط بمعناه ربنا تبارك وتعالى في سورة آل عمران ماذا يقول؟ والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هذا شيء استأثر الله به بعلمه استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه بعلمه تبارك وتعالى فلا يخاض فيه ولا نستطيع أن نتبين ما يدل عليه كالحروف المقطعة في أوائل السور هذه ما ندري ما هو المعنى بعض الأمور التي يعني تكون في القبر حقيقة رفع الروح كيف يكون العذاب للروح والنعيم للروح ما يجري في الآخرة غير ما فصل لنا وما بوينا لنا لا ندري لا ندري الأخبار عن الجنة والأخبار عن النار هذه كلها استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها بيّن لنا بعض الأشياء التي ذكرها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أو ذكرت في كتاب الله الكريم لكن الباقي غيب عننا هذا استأثر الله بعلمه ولكن من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته أن هذا الصنف الذي استأثر الله بعلمه لا يلزمنا في حياتنا شيء منه لا تتوقف عليه حياتنا ولا تتوقف عليه عبادتنا وإنما علينا أن نؤمن به أن نؤمن أن له معنى حقيقيا وأن حكمة الله سبحانه وتعالى أرادته لكن لا يتوقف عليه عمل لا نحتاج إليه فلا نقف عنده فلا نقف عنده إذن هذه الأصناف الثلاثة التي ذكرها الأربعة التي ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي يعني أنواع التفسير أنواع التفسير التفسير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة ما كانت له كتب ولا كانت له مدارس ولا كان له علماء مختصون يدرسونه للناس لا إنما كانت أسئلة تأتي لبعض الصحابة فيجيبون عليها ويتناقلها الناس كما يتناقلون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا عائد إلى مقدرة الناس وتمكنهم من اللغة العربية أنهم يفهمون هذا الكتاب فما كانوا محتاجين للسؤال إلا لأمور دقيقة أمور يسيرة أمور غامضة يحتاجون السؤال عنها وأما ما عدها فكانوا يفهمونه لكن مع تطور الزمن كيف حصل التطور في هذا الزمن في الزمن الصحابة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا عربا ومن لم يكن من العرب كان في حكمهم كالموالي وغيرهم لكنه يفهم اللغة ويعيش مع أهلها ولا ينقصه شيء لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام واتساء دائرة الإسلام ووجود الفتوح العديدة ودخول أمم كثيرة من غير العرب في الإسلام ضعفة الملكات ملكات العربية هذه التي كانت ثليقة عند العرب عند العرب ضعفة في أولادهم وأولاد أولادهم وفي هؤلاء الداخلين الذين دخلوا للإسلام ما كانوا من أهل اللغة ولا كانوا متمكنين حتى وإن تعلموا اللغة العربية لكنهم ليسوا كأهل اللغة الأصليين فاحتاج العلماء إلى أن يفسروا هذا وجد علماء اختصوا بالتفسير يبينون للناس هذا ومع تطور الزمن اتسع أمر التفسير كلما ازدادت حاجة الناس وضعفت ملكاتهم ومقدرتهم على فهم اللغة العربية كلما احتاج الأمر إلى التوسع وجاءت علوم كثيرة بحمد الله حول القرآن الكريم مع تطور الزمن علوم إسلامية صرفة كتب لتفسير القرآن في أول الأمر ثم بعد ذلك بدأت هذه الكتب لها مناهج في أول الأمر كانوا ينقلون للناس ما ورد في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير ومن أسباب النزول وينقلون مع ذلك ما جاء عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من البيع وهذا يسميه العلماء التفسير بالمأثور يعني الأمر المنقول منقول هذا عن الله وعن رسوله وعن الصحابة باعتبار أنهم أخذوا القرآن وأخذوا السنة وفهموا من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يسمونه التفسير المأثور لكن بعد ذلك وجد تفسير يسميه العلماء التفسير بالرأي ليس معناه الإعراض عن تفسير القرآن الكريم بالمأثور لا لكن في بعض الأمور بدأوا يطبقون فيها القواعد العقلية والقواعد اللغوية ويحاولون أن يفهموا فيها فهما يلتائم معها ولا يختلف ولا يتناقض مع ما ورد في الكتاب والسنة ولا ما ورد عن صحابة الرسول عليه السلام لكن فيه إجابات كثيرة من اجتهادات العلماء وفهمهم في أمور الشريعة وهذا يسمونه التفسير بالرأي وله كتب أيضا ولا يعني أننا نقول كتب التفسير بالرأي أنها كانت رأيا خالصا لا يعتمد على شيء من كتاب الله وسنة رسوله لا لكن فيه زيادة أنهم التفتوا لهذا الجانب وأخذوا به ومن شروط هذا التفسير أن لا يناقض آية قرآنية ولا حديثا ثبت عن رسول الله سبعه يعني فهم لا بد أن يكون هذا الفهم مستقيما غير مناقض لشيء من أدلة الشرع ولا من قواعده ثم تطور الحال بعد ذلك وجدت كتب تبحث في أسباب النزول أسباب النزول التي كنا نتحدث عنها قبل قليل وقلنا أن هذه تعين على معرفة التفسير وجدت كتب تخصصت في كتابة هذه الأسباب جمعتها أسباب النزول للواحد وغيره كذلك وجدت يعني كتب جمعت الناسخ والمنسوخ ما معنى الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ هذا هو هذه أحكام تتعلق بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى الأخص القرآن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر النسخ وقال جل ذكره ما ننسخ من آية في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والنسخ هذا فيه حكمة فيه حكمة بعض المتكلمين السفهاء نفوا وجود النسخ قالوا لا يصح وجود النسخ في الشريعة لماذا؟ قالوا لأن النسخ يدل على البداء وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى ما معنى البداء؟ يعني أن تبدو له الحكمة بعد أن كانت خفية قالوا هذا لا يليق بالله الله سبحانه وتعالى يعلم قائنة الأعين وماتك في الصدور وعلمه محيط قالوا لا إذن ما في نسخ لا الله أثبته في كتابه الكريم وثبت النسخ في مواطن عديدة من هذه المواطن التي ثبت فيها النسخ أن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال أوجب على المؤمنين في أول الأمر أن يثبت المسلم الواحد لعشر من الكفار عشر من الكفار انظروا إلى أهمية التحمل وقوة ما كان عليه الصحابة والابتلاء والاختبار الذي مروا به أن يثبت الواحد في المعركة لعشر من الكفار ليكم منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا لكن الله خفف عنهم قال إن يكن منكم بعد ذلك مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله وعلى هذا لا يجوز في معركة من المعارك أن يفر المسلمون إذا كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين أو أقل لا إذا كان الكفار عشرة آلاف والمسلمون خمسة لا يجوز لهم أن يفروا من المعركة الفرار من الزحف من الكبائر من الكبائر ومن يتولهم يومئذ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فهذا نوع من الناس كذلك ثبت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس قد كثروا عليه كثرت الأسئلة فالله سبحانه وتعالى أراد أن يضع لهم حدا حتى يتنبهوا حتى يخففوا من أسئلتهم واستفساراتهم للنبي عليه الصلاة والسلام يعني فالله ألزمهم إذا أراد الإنسان أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا أن يتصدق بصدقة فأحجموا لأن كثيرا منهم كانوا فقراء وكانوا محتاجين للسؤال فما عندهم ما يدفعون ما يتصدقون فقال الله تبارك وتعالى أشفق الآن خفف الله عنكم وعلم أن أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاية هذا نوع من النسخ كذلك ما ورد أيضا في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها المرأة التي يتوفى زوجها تجب عليها العدة العدة هذه كانت في بداية الأمر كانت في الجاهلية سنة حولا كاملا تعتد بحول يعني سنة كاملة عدة تلتزم فيها بما تلتزم به المعتد لكن الله سبحانه وتعالى خفف بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف فنسخ الحكم من سنة من الاعتداد بالسنة إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أمثلة كثيرة للنسخ ففيه بعض العلماء جمعوا هذه وبينوا كيف تفسر النصوص وأدخلوا فيها يعني كيف تفسر الألفاظ وكيف يجمع بين النصوص العام والخاص والمطلق والمقيد هذه أدوات كثيرة كلها ذكرها ثم بعد ذلك وجد نوع من التفسير أيضا سماه العلماء تفسير آيات الأحكام آيات الأحكام ما معنى آيات الأحكام؟ آيات الأحكام هي الآيات المتعلقة بعمل المكلفين بعمل المكلفين هذه صلاتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وكذا وكذا هذه جمعوا الأحكام المتعلقة بها جمعوا الأحكام المتعلقة بها في كتب خاصة وهكذا وفيه علماء أعربوا القرآن وفيه علماء بيّنوا أوجه الأعجاز وفيه علماء كتبوا في القراءات القراءات التي وردت إن هذا القرآن نزل على سبع النبي عليه السلام كما قالها النبي عليه السلام فهذا يعني القراءات السبع أو القراءات الأخرى التي ألحقت بها العشر والأربعة عشر هذه وجد العلماء جمعوها ودونوها وضبطوها وكتب التجويد وكتب المصاحف علوم كثيرة كلها تدور حول كتاب الله الكريم توسع فيها العلماء فيما بعد في الأعصر اللاحقة صيانة لهذا الكتاب الكريم ونفعا لطلاب العلم وتعسيرا على المسلمين هذا فيما يتعلق بالتفسير وأهميته علم التفسير من أعظم العلوم التي مجدت عند المسلمين والتي هي والتي يحتاج إليها الناس لمعرفة ما نزل الله تبارك وتعالى إليهم على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ولذلك رأينا أن يكون هذا الدرس في هذه السبع الطوال لأنها أطول وأعظم صور القرآن وفيها أحكام كثيرة جدا أحكام كثيرة يعني في العبادات والمعاملات وفي غيرها والأخلاق أحكام كثيرة جدا في هذه السور السبع وفي الجهاد وفي غيره فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يسددنا وأن يرشدنا وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح سنبتدئ قبل أن نشرع في السورة الأولى من السبع الطوال وهي السورة الأولى وهي أطولها وهي سورة البقرة سنقدم قبل ذلك بتفسير سورة الفاتحة لأنها قبلها وهي أعظم صورة في كتاب الله الكريم وهي التي يفتتح بها أول سورة في المصحف فسيكون في درسنا القادم بإذن الله أن نبدأ بتفسير سورة الفاتحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر